اشتركوا في القناة 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 قبل ما ينام أول حاجة أول قبل ما يصحى ممكن يصحى عشان يتشك عليه يحط الموبايل تحت دماغه الموبايل بيتشحن حتى فوق راسه الموبايل أهم حاجة في حياته ومش بيسطة بالكونتكس على الشاشة بتاعت العربية عشان لما حد اتصل وحد جنبه ما يعرفش هو مين صوته بيبقى نوعم جدا في التليفون تغيير الباسورد من وقت للتاني اهتمامه بشكل كبير وينفرد بتليفونه قضاءه لأكبر وقت من الساعات اللي فاضية في البيت مع الموبايل اكتشفنا انه بيخون الكترونية نتصرف ازاي بقى اخذ الموبايل واطلع بيه على عبدالعزيز وشفاقه على شرع عبدالعزيز شايف يا ابني ده فضهولي بقى وهاته على فلاش بس بقى وترجعي بشوية كياس وصواطير وتقيش حياة هي تتصرف ازاي يعني حتى في منهم مشكلة شايماء كانت معانا هي تتصرف مع جزء ازاي تعمل ايه بصي عايزة كلام وقعي ولا كلام هي زين حل يا دكتور حل وقعي الحل الوقعي ان لما بيكون عندنا دفوف االة معينة بناخد الالة او الماشين دي او التول دي ونروح بيها التوكيل بتاعها لما تكتشف ان جوزك فعلا عمل كده وتوجهيه وهتقفي شيء مش هيعرف يعني الستات هم اكبر من جهاز المساد في تجميع المعلومات ومواجهة الرجالة بيه اما تكتشف ده خديه من ايده وروح بيه توكيل البني ادمين روح المعالج نفساني ايوا والراجل ده عنده خلل وانا اكتشفت الخلل ده عايزة حافظ على بيتي وقصرتي وهشوف انت هتقول لي اكمل معاه ولا ما اكملش لما جيت فعلا قريت عن الخيانات الالكترونية وكذا ففي حاجات كتيرة جدا عدت علاج الخيانة الالكترونية ده عشان ايه عشان هو مرض؟ عشان هو فعلا مرض ولا كل انواع الخيانات مرض؟ كل انواع الخلل في الشخصية اضطرابات اللي بيعرف ستات كتير اضطراب اللي ستة واحدة ما بتكفهوش اضطراب اللي بتحس ان هي تورطت في علاقة اضطراب اللي ما بيقدرش يمنع عينه عن ان يبص على كل واحدة اضطراب اللي ما بيحترمش أنه فيه واحدة في البيت ده طراب إحنا مش هنقدر نحجم ده يعني أنا مش هقدر أقول للحد اللي معايا ده ما تبصش على حد ومش هقدر أقوله اقفل الفيسبوك ومش هقدر أقوله ما تتعاملش يعني أنا مش هقدر كمان أحجم ده يعني صح؟ كل مشكلة بتقدر تحليها دلوقتي يا سهام بيبقى صعب قوي أنك تحليها قدام لما تكون عربيتك لما بتحس فيها بأيدف وبتجري بيها على التوكيل وتقضي نص يوم وانت قاعدة في الصيانة طب مهجوزك أهم من عربيتك طب هو مش هايز يروح للطبيب نفسي لا يا فندم لا لا أنت بتخيريه هنا إما أن أنا أروح لحد وبعدين خد بالك ما روحش للطبيب لأن لو روحت للطبيب نفسيه وعصبية إما أنه أستدفه اللي أنت بتقوليه أو أنه يديله دواء فيقولك أنا مش مجنون لأ أنا رايحة الواحد ده مستشار نفسي مش هيفرق معك خالص أنه يديك دواء ولا لأ ولكن هيقولك أنت بتعمل كده ليه شكرا للمشاهدة